أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما أبقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تهنون وإن كانه عسرة فنظرة إلى من سر وأنت صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قد تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تغفى كل نفس ما كسرت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليهم للوليه فليهم للذي عليه الحق وليتق الله ربا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِنْ لَهُ وَفَلِّئُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْلَعَبِ وَاسْتَشْهِدُوا جَيْدَيْنِ مِنْ رِجَادِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأْمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَغْضَرُنَ مِنَ الشُّهَدَانِ أَنْ تَغِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُونَ وَلَا تَسْأَنُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَقُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْرَمُ لِلشَّهَادَ ذَلِكُمْ أَقْسَقُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْرَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذَنَا أَلَّا تَغْتَاهُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوهُ إِذَا تَبَايَعَتُمْ ولا يُضَارُ وَكَاتِبُهُ وَلَا شَهِيدُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُهُمْ مَقُبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُمْ بَعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِيْتُمْ مِنَ أَمَانَةً وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةً وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا أَتَعَمَّلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِاللَّهِ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل لا نفرغ بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا رفع لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا هُسَّعَنَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدقه الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة